أهلا بكم أكد قلاسة البابا فرانسيس للمؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصلاة لا تغير الله إنما تغيرنا نحن وتجعلنا أكثر صياعا لمشيئته المقدسة وهي تدفعنا رويدا رويدا في النور الإلهي الذي يطهر قلوبنا من كل ظلام وأضعف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تأمل قداست البابا اليوم في صلاة الأبرار في إطار تعاليمه حول الصلاة قال قدسته تصف الفصول الأولى من سفر التكوين دخول الخطيئة بشكل تدريجي في حياة البشرية تمرد أولا آدم وحواء على الله وظنى أن الله لا يريد سعادتهما ثم شعر قيين بالغيرة من أخيه هبيل فقتله ثم انتشر الشر في سلالة قيين حتى شمل الأرض كلها ومع ذلك في ذات الصفحات الأولى للكتاب المقدس نجد أناسا قادرين على رفع صلاة صادقة لله مثل هبيل الذي قدم لله زبيحة البواكير وأخ نوخ الذي صار مع الله وخطف إلى السماء ونوح الذي نجاه الله من الطوفان وهنا أكد البابا أن الصلاة هي الحصن والملجأ الأمين للإنسان أمام الشر الذي يجتاح العالم فالمصلون في الكتاب المقدس هم صانع سلام إنهم أشخاص يسيرون عكس الطيار ليؤكدوا سيادة الله بالرغم من تعرضهم غالبا لسوء الفهم وللتهميش في العالم أنهى البابا تعاليمه مؤكدا أن العالم مدين لهؤلاء الأشخاص الأبرار لأن من خلالهم يواصل الله عمله في التاريخ ويُبَدِّ الْفِينَ قَلْبَ الْحَجَرِ بِقَلْبٍ مِلْلَحْمٍ وَالْآنَ تَحِيَةِ الْبَابَ بِالْلُّغَةِ الْإِطَالِيَةِ لِي أَبْنَاءِ شَرْقِ نَطِقِينَ الْلُّغَةَ الْعَرَبِيَةِ Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi delle comunicazioni sociali. La preghiera non cambia, ma noi stessi e ci rende più docili alla sua santa volontà. Pregare ci fa entrare pian piano nella luce divina che purifica il nostro cuore da ogni tenebra. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن الصلاة لا تغير الله إنما تغيرنا نحن وتجعلنا أكثر انصياعاً لمشيئته المقدسة. فالصلاة تدفعنا للدخول رويداً رويداً في النور الإلهي الذي يطهر قلوبنا من كل ظلام ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر.